اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس تصميم استخدام برنامج بوربوينت في البداية راح نتخلص من التكست اريا وطبعا راح نزيد من عرض الشريحة من تصميم اعداد الصفحة ورح نختار 16 في 9 الآن راح نضيف شكل مستطيل وطبعا راح يكون بهذه المنطقة ورح يقل بالعرض وطبعا من تعبط الشكل نختار مثلا هذا الشكل ومن المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي تأكد انه الشكل بنفس اختفاع الشريحة وطبعا ممكن نقلل بعرض الشريحة من ادراج صور راح نضيف هذه الصورة بهذه الطريقة طبعا من اقتصاص راح نقص هذه الصورة بهذا الشكل الآن بهذه الطريقة الآن راح نستنسخ هذا الشكل ورح نخليه بالاعلى وطبعا نقلق ايمن تنسيق الشكل ورح نقلل من الشفافية الآن من ادراج اشكال راح نضيف ثلاثة اشكال وطبعا راح تكون بهذه المنطقة وبهذه المنطقة ايضا وبهذه المنطقة الآن من نحدد هذه الاشكال من تنسيق المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا راح نضيف صورة لهذا الشكل من تعبيد الشكل صورة وطبعا راح تكون هذه الصورة من تنسيق اقتصاص احتوار طبعا راح نكبر الصورة بهذا الشكل جيد من الصورة الثانية الشكل الثاني راح نضيف صورة اخرى طبعا راح تكون هذه الصورة ومن تنسيق اقتصاص احتوار وطبعا الصورة الثالثة راح تضيف بهذه المنطقة من تنسيق تعبئة الشكل صورة وراح تكون بهذه الطريقة وطبعا ايضا من تنسيق احتوار control shift وراح تكون بهذه الطريقة طبعا بيمكننا ان نصغر الصور ايضا نضغط على shift وطبعا راح تكون متقاربة على بعض جيد وهذه الصورة طبعا بيمكنها انه تكون الى اليسار ايضا ممكن على اليسار تكون اكثر ممتاز الان من ادراج مربع نص راح نضيف مربع نص بهذه المنطقة وطبعا راح نضيف هذا النص بهذا الشكل طبعا ممكن enter وراح نختار font ممكن نختار font الجزيرة bold وايضا هذا الفونت راح يكون الجزيرة bold ممكن اهنان راح يقل الحجم بهذا الشكل طبعا هذا النص راح نختاره ايضا فونت الجزيرة ولكن راح يكون light وطبعا بيمكننا نعمل كشيدة صغيرة وراح نصغخ لحجم الناس بهذا الشكل وطبعا راح نضيف هذه الكلمة الى القاموس بهذا الشكل وبهذه الطريقة طبعا ممكن الهند تكون باللون الازرق الان راح نضيف نصوص اسفل هذه الاشكال طبعا راح نضيف مميزات لهذا الفندق من خلال ادراج مربع نص ورح نضيفها بهذه المنطقة ورح نكتب اطباق متنوعه وطبعا راح نختار font الجزيرة bold راح نصغر عجم الناس ورح نختار مثلا هذا اللون ايضا ممكن اصغر تكون بهذا الشكل ورح نكتب خدمة فرنسية واخيرا حلويات شعبية جايد طبعا ممكن هذه النصوص كلها تكون محاذات الى اليمين وايضا لا بعث انه نختار الشكل وطبعا نضيفه بهذه المنطقة وطبعا يكون باللون الابيض وبلا مخطط تفصيلي وطبعا راح يكون الى الخلف من خلال انه راح ينزل الى الاسفل ونحدد النص واحضار الى المقدمة الان راح نرجع الشكل بنفس المكان وطبعا راح يصعد الناس الان ممكن هذه النصوص كلها تنزل الى الاسفل وراح نضيف اهنا delete وراح نضيف افضل اطعام الهند طبعا نكبر حجم الناس وراح نختار اللون الازرق بهذا الشكل الان راح نضيف فقط انفوغرافيك بسيط للصور وراح يكون بالرقم طبعا ومن تنسيق بلا مخطط تفصيلي وراح نختار اللون الازرق وطبعا نكليك ايمن تنسيق الشكل وراح نختار ممكن خمسين نجرب خمسين ممكن نختار عشرين او ممكن اربعين مناسب نكتب بهذا الشكل رقم مثلا راح اكتب رقم واحد وطبعا راح نكبر حجم النص وبولد وطبعا اهنا راح يكون رقم اثنين وطبعا في هذه المنطقة رقم ثلاثة لاحظ ان هذه الارقام تنطي انطباع جميل ومتسلسل في نفس الوقت طبعا بامكان هذه الصورة من تنسيق اقتصاص نجي الى احتواء بامكاننا ان نكبر هذه الصورة وطبعا نسحبها الى اليسار حتى الرقم يكون حر نلاحظ الان اصبح عندنا تصميم جميل لاعلان مطعم ومتناسق بنفس الوقت نلتقيكم في محاضرة قادمة باذنه تعالى اشتركوا في القناة